على وقع العمليات العسكرية تتسارع العقوبات الغربية الرئيس الأمريكي يعلن رسمياً حظر واردات النفط والغاز من روسيا قرار يقول بايدن إنه جاء بتنسيق وثيق مع الحلفاء رداً على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الحلفاء الأوروبيون لا ينون وقف واردات الطاقة الروسية مسؤولون أوروبيون أكدوا أن التخلي عن النفط والغاز من روسيا لن يكون في ليلة وضحاها فالاتحاد الأوروبي يعتمد أكثر على واردات الطاقة الروسية خصوصاً على الغاز الطبيعي الذي يمثل أربعين في المئة من الإمدادات لذا تقول واشنطن إنها تعمل مع شركائها الأوروبيين على وضع استراتيجية طويلة الأمد لوقف الاعتماد على النفط الروسي وزير الاقتصاد الفرنسي قال إن أوروبا لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي فيما قال وزير الطاقة الإيطالي إن بلاده ستستغني عن غاز روسيا خلال سنتين وفي ظل عدم ضمان إمدادات الطاقة إلى أوروبا في هذه المرحلة من دون إمدادات الطاقة الروسية أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن قطاع الطاقة مستثنى من العقوبات المفروضة على روسيا وضع تدركه أوروبا جيداً تلويح وتهديد لا يمر روسياً فموسكو حذرت من قفزة في أسعار سيتعذر التنبؤ بها مرحلة يرى خبراء أنها تشهد تحولات في المشهد الجيوسياسي وربما تضغط باتجاه بدائل لم تكن متوقعة